السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبابكم في قناة شيواز الضار سوف أعطيكم محلوصة عزيزة علينا في العيد وفي شيواز مرة مرة نقوم بعملها هي عبارة على تقلية تقلية جديدة منسبة للناس اللي سوف يدرها في العيد المبتدئين اللي ما تعرفوش لها تقلية هنا غسلناها من زيال بالملحة غسلناها جيدا عندي الحمص هنا كاس الحمص عندي التومة جوج ديال ريوس ديالتومة عندي القزبور أمعدنوس عندي بصلة وحداء عندي الكامون عندي شوية ديالتحميرة حرة عندي سكنجبير وعندي التحميرة وعندي مفتشة محكوكة مفتشة محكوكة وعندي الزيت الرومية عندي الزيت الرومية حساب الزيت حيث لا تقلية فيها وعندي الماء لا تشحر هذه التقلية بسم الله على بركة الله لا تشحر هذه النصب سوف نجلب القاملة أو الكوكود سوف نضع لها نضع لها البصلة كل شيء بمرة واحدة سوف نضع لها توم حكوكة نضع لها صبره مع النس من أحسن كثير سوف نضع لها تحميرة حرة غير قبيصة سوف نضع لها تحميرة مع القى صغيرة حنبقها غير صغيرة زيجب عليها مع القى صغيرة عامره كامون ويمكن نضع تزبره نستطيع إذا لم يستطع من بخصة نضع لها unskinjebir مع القى صغيرة سوف نضع الحمص كل شيء في مرة واحدة سأبقى مزيلة كزيلا لحمص سأبقى مطيشة تهية هنا هنا اربعات مطيشة بحقوقي سأبقى مزيلة زيت ثم نضيفه ثم نضيفه الماء سأبقى الماء سأبقى الماء لكم في الطبخ ديال تقديم وشكرا لكم ومعانا بتقلية ديالنا اما كصابناها هاي جزبينا مريقة ديالها خاطرة تتمنى انكم جربوها هي وصفة من الوصفة كجزبينا وشكرا لكم على التتبع وتتمنى انكم تابونا وفلاشين ولا نديروا ليالايك وشكرا لكم الى فصفة اخرى ان شاء الله ومعانا شكرا لكم الى فصفة اخرى ان شاء الله